من تابع نحن ويكون أحبئنا ومن رحب بحضور ضيفتنا بها الفقرة المحامية بالإسناف كريستين ساسين أبو جودة أهلا وسهلا فيك ماتر اليوم معك بدنا نحكي عن حل النزاعات مرسيسة الظهور أهلا فيك مشكريك قدي بها الزمن بزمن العيد كمانا نسعى كلنا ليحل السلام بقلوبنا وهل من سلام بوجود نزاعات وبوجود خلافات دايمة وهاي بطبيعة الإنسان من لحظة وجوده على الأرض الخلاف دايم وفيه شيء بدنا نوصل ونحققه وأهداف يمكن حتى لو كانت على حساب الآخرين تنحكي عن النزاع بمفهومه ونحكي عن أسبابه وأنواعه وكيفية إدارته طبعا النزاع أولا هو عطول أي إشكال بين شخصين إن كان بمجال العمل إن كان بمجال العائلة إن كان بمجال أي اختصاصات معينة بإنسان ممكن يواجهها بحياته اليومية بمشاغل وكذا هلأ من نسبة لقصة الحياة بحل النزاعات هي شغلة كتير أساسية سبب أنه ينتد بعطول شخص تالي يكون بعيد بذات المسافة يعني على بعد من الشخصين اللي فيه خلاف بيناتهم تعتبر نخده على عطاء عمل مش رح نروح على النطاق عائلة ويكون هو مثل منتدب تحتلي حل هيدا الخلاف بين هيدول الشخصين تحتلي وصلوا لتسوية معينة وما يكونوا يعني يكبر النزاع بيناتهم لأنه فيه احتكاك يومي بين بعض وفيه مثل تواصل وفيه مثل أهداف فرضا هن بشركة سواء أو شي بدون يحيقوا لهالشركة تتوصل لإنتاجية معينة قديش هالمحايد ممكن يتأذى من الطرفين لأنه نعرف المصلحة له تلتين العلقة هيدا المثل الشائع أكيد بس هو بد يكون عنده بينا واسعة عن الموضوع ويكون فعلا يحسس اتنان برياحة يعني يحسسوا أنه أنا لا مع الأ ولا مع البي وأنا ما عندي شي نيجاتيف تجاه أي حدا من اتنان أنا بالعكس بدي أقرب وجهات النظر بين هالشخصين تحت لنقدر نوصل لنتاجة معينة تكون هي الخير للكل وهو ما يكون له أصلا مصلحة بالحل النزاع إلا أنه يوصلوا لتسوية معينة منحكي عن الأسباب دايما فيه أسباب لا تودينه لهيدا الخلاف اللي بينشأ بين دايما بين طرفين أو ممكن يكون أكتر من طرفين وأديش فيه أسباب بناخدها مع الاعتبار أكيد هي كتير إلى تأثير أنه يكون شو الشخص السبب الأساسي كذا إجمل هي التقدم بالشغل خلينا عطول ناخدها إذا بالنسبة للعائلات إذا بدك تحكي عن أنواع النزاع لنشوف أي نزاع ممكن نتفاده بحياتنا العادية اليومية مثلا إذا بدك تتحياد النزاع بين الأشخاص عطول اللي بتكون هي أباز مادة يعني بده يجرب الإنساني بعد تحت اللي يجرب يتحياد هذا الشغل أنه يعرف أنه هذا الشي إذا هلأ ما قدر يوصله بعد فترة هيقدر يرجع يحقيق هذا الشي ما تكون الشغل هيعتبره أنه خلص أنا هيدا طارت مني أو ما رح أقدر بقى أعمله أو مش قادر بقى قدر حقق بالعكس بده يفكر أنه الشغل هي عطول دوارة النجاح بيجي بمراحل أيام في سقوط أيام في صعود يعني ما في نجاح مستمر وما في فشل مستمر هو الإنسان بده يبعد عن النزاع بده يعمل تحقيق ذات تحقيق أهداف معينة يحط أهداف معينة تحتل يمشي فيها بالحياة ويقدر يوصل له وشو الطريق اللي بده يرسمها للأهداف له بده يرسمها وديما المتنزعين أو المتخاصمين بيدفعوا وبيكون في خسائر هل بيقدروا حجم هالخسائر بيعرفوا أنه رح يوصلوا لهذه النتيجة تعرف إيام الحقد أو يمكن الده بيكون في حدا من برة حدا غير الشخص المحايد اللي عم جري بحل بيكون عم يغزي هذا النزاع يمكن يكون هو إلو أنتريا مصلحة معينة بهذا النزاع أنه يغزيه لا ما بيكونوا مقدرين بيكونوا جدا يعني مثل كأنه في غشاء قدام عيونهم ما قادرين هن يوصلوا له يعني كيف بده أشرح لك يقدروا أنه أنا هايدي ممكن تخسرني هالأد ممكن تخسرني هالأد يعني بيصيروا بالنزاع بين بعض متطرفين لأكتر الحدود ما بيقودوا بقى يقدروا العقبات لأنه بيصير حدا يقلوا لأ مبله رح تربح رح كذا رح توصل بعد عمول هيك بعد نازع بهذا المطرح بعد كذا وهذا الشي كله أكيد ما بوض إلى الخراب ما بيقرب أبدا لقدام دائما منشوف قديش في أشخاص بيها الحالة بيبقوا غرقانين فيها وبتدوم معهم لوقت كتير طويل قديش ممكن هذا النزاع كل ما طال كل ما دمر صح لأنه بيخلق مثل هو مثل جاب بين الأشخاص ببطل فيه أبدا نقط التقاء بينتهم وبيخلي يصير في بعض أكتر بوشهات النظر ببطل فيه التقاء أبدا وبصير كل واحد عنده مثل جبل بديك تعتبره كل واحد عايش على قمة معينة وباعد كل البعض عن التاني ومسكر هيدا الشي عن التاني وما تارك أي باب للحوار أو للانفتاح أو أنه أنا مثلا أرجع أقدر أعمل ركونسيلياسيون مع الطرف التاني أو كون أنا مثلا أرجع أقرب وشهات النظر أو شي صح هذا شيء كتير بيخلق يعني واضي بيناتو هو كتير كبير صح أدى تدار هذه النزاعات بشكل منطقي وقريب كتير من الحقيقة المعيوشة مع هالأطراف المتنازعة للصراحة كتير وأنا شفت بكذا يعني تكون مثلا بكذا مطرح مع ناس متخصصة بإدارة النزاعات وكذا وهيك لما يقربونه وشهات النظر هو يفرجون مثل سبسيما معين صار مع ناس تانيين بذات الحالات تعتبرين نزاع على أملاك أو على مديات أو على في حجوزات مثلا أو كذا بيصير يعني بتبق يعني بتقرب وجهة النظر أكتر وبيصيروا يقولوا لأ بلا لازم أنا يمكن رجع أعمل فكر مرتين بهذه الشغلة تحت لأرجع يا بكفي فيها يا لأ خلينا أنا بس أنا روح مع الشخص المحايت شوف هو لوانه عم بدلني أمتى بيلجأوا للقضاء؟ يعني بأي وقت بس تعجز المحاولات؟ هي جمالا هذه المحاولات كلها بتجي قبل ما يروحوا على حق التقاضي اللي هو حق أمقدس عند بالدستور لكل العالم بس يحسوا أنه ما وصلوا لأي مطرحة يعني لأي تسوية معينة بين الطرفين بلجأوا للقضاء لأنه ما في حدا اليوم يمنع التاني أن روح يتشكى أو روح يلجأ القضاء تحسل حقه بس أني بيجربوا توفيرا للوقت توفيرا للمادة توفيرا لهكي توسع الهوة بيناتهم أنه بعينه حدا محايت تحت له يحل الأمور بيناتهم إذا ما نحلد ساعتها أكيد حقهم بالتقاضي هذا الشيء يعني طبيعي أنه يرجعوا يرجعوا للقضاء ويحضوا حقوقهم وهيضا الحل الأنسب فينا نقول الحل الأنسب أو ممكن يكون للصراحة حتى المحامين إن كان بناء أبتين محامين شمال بيروت أو القضاء يعني القضاء الليبنانيين عطول بيطرحوا الصلح بكل مراحل المحاكمة بيجربوا بيقولوا مثلا أنه مش لازم مثلا تصالحوا مثلا فيه مفاوضات صلح بيطرحوا عطول الرئيس قدامنا أو الرئيسة عالقص أنه شو يا أساد زي فيه مفاوضات صلح وين صرنا يعني نحن سير نجرب أنه إذا فيه مفاوضات صلح بيصير يقولوا يلمحولنا أنه جربوا حلو وحبي يعني بيلمحولنا يعني كتير بطريقة كتير ورحة دايماً بتبلشوا فيها قبل ما توصلوا لل إيه بيترح الصلح عطول للدعوة نعم حتى بمزاع الكنسة بالمحاكم الكنسية اللبنانية كمانا عطول فيه دعوة فيه جلسة مصالحة ببداية قبل ما يبلشوا بالبروسي إن كانت المرأة متقدمة بدعوة بطلان أو الزوج متقدم بدعوة فيه جلسة بتكون مخصصة بس المصالحة بيعرض رئيس المحكمة على الطرفين إنه كرمالها العائلة وكرمال الوسائق الزواجي اللي بيناتكن اللي كان ناشئ وكذا إنه جربوا يعني بعد مرة عملوا تجيب إنه ترجعوا وتتصالحوا هيك نعم نعم قدي اليوم فيه أدوات خاصة تنقدر نحل نزاع أو نكون عم نوفق ما بين أشخاص متنازعين أو مختلفين كتير يعني صارت كتير متاحة وصارت حتى إذا بتطلعي على السوشيل ميديا حتى صار في طرح كتير لأصص خاصة بالوساطة وبالتحكيم وبهي حتى صار في بالكونتريات اللي عم نعملها نحن هلأ فينا نحط بند بقلب العقد بنقول مثلا إنه حسلا إذا في حال حصول خلاف بين هدان الطرفين إنه نحن ما ننجأ القضاء منروح لمحكم أو لوسيط أو لحدا محايت بعينوهن أو يعين لاحقا بعقد تاني من هذا العقد اللي نحن هلأ عم ننشقه خاصة هيدا الشيء بوفر وقت وبوفر هيدا المكبت هيدا المشاقة التكبت التعب طبع المحاكم والتقاضي خاصة هيدا الشغل هيدا الأمور مكلفة اليوم كتير صارت مكلفة صراحة إيه التقاضي صارت كتير مكلفة ممكن تخلي الأطراف تفكر أكتر بالموضوع تغير فكرة ترجع عنه إنه يعني بالنهاية هيدا كله بيصب يعني كرسوم وهيك بيصب لعنده بزارة العدل لأنقابت المحامين ولكتاب العدل هيدا كله فرد دومان بس يعني لازم العالم تفكر اليوم أنا الصراحة إذا بدنا نحكي على صعيد شخصي بالنسبة للشغل في كتير نسي تجي بتسألني مثلا هيدا الدعوة دا بتكلفنا منطلع نحن على العقار على المقجور على كل شي لما أنا بحسب له نسبة رسوم بقول لي لا خلص بقول له تب جرب مثلا يا أستاذ تفكر أنت تحلى مثلا مع مالك العقار بطريقة حبية وكذا بنجمعهم يا عنا يا بمكتب أحد الزملاء يا كذا على اجتماع بنجرب نقرب وجهات النظر أيام تصبط أيام لا كل واحد صراحة بيكون بده هو رأيه بده مطالبه وما بيصير أبدا في تقريب وجهات نظر للأسف صراحة قدالي يوم فعلا مثل ما حكيتي في أطراف ممكن تكون عم بتغزي هالنزاعات قديش هي عم بتكون مستفيدة بهيدا 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 أنا بقول الشخص اللي بيغزي النزاع بين اتنان هو شخص هو بحد ذاته مش مرتاح مع نفسه وهو عنده مشكلة بينه وبين نفسه وعنده هو يمكن عنده مشكلة معارفة حلة معارفة يطلع منها يعني اليوم أنا اللي مشوف لا سمح ألا ستظهور متخانقة مع حدا لا بجرب بقرب بين بعض ما بجرب بالعكس وصع الخلاف بيناتهم لأنه شو الإفادة إذا أنا بدو وسع الخلاف بينك وبين حدا تاني بالعكس الإنسان خاصة تنحلق بزمن العيد لازم يقرب وشهات النظر لازم يتقرب من الشخص التاني لازم يكون في حدا ثالث عطول كمان ياخد مبادرة مع أنه كمان قلو تلتاني القتلي بالمصلح بس أنه لالبد لازم يعني بالنهاية مش محرزة صراحة لو شو ما كانت كلها بالنهاية نزاعات مؤقتة إذا بدأت دوم خمسة سنين ست سنين بعدها بدو جع سير في نقول النزاع يعني حرب لا ما ضروري لا ما مش ضروري لا فيه يكون اختلاف وجهات النظر وبيقدي كتير لنتائج كتير مدمرة بعدين مش ضروري النزاع يكون حرب لا بس اليوم كيف عم كيف عم نواجه بعضنا كيف عم تكون المواجهة اذا كان في حال ان وجد النزاع بتعرف المشكلة بعدم المواجهة انا برأيي كل انسان عنده مشكلة هو انه يواجهها ويعرف كيف يوصل فيها لالاخر ما يتجهلة ما يهرب منها يعني انا عندي مشكلة واحد اثنين ثلاثة انا لازم اقصد مثلا اعتبر مشكلة صحية بيقصد الطبيب صحة متخصص لهذه مشكلة يستشير محامة يستشير حدا رجل القانون دارس حدا يعني مطلع بالشأن اللي خاصه بالقانون وهيك تحتالي يعرف كيف بده هو يحل مشاكله المشكلة انه تنكر هيدا الشي اللي انت فيه بتصير تتفاق متتفاق متتفاق مثلا تبرع عليك يدان بتصير تنكر انت هيدا الشي وتتهرب من الدفع وتتهرب من التبليغ وتتهرب من مستحقاتك بتترتب عليك فوايد هيدا شغلة منا لمصلحة الانسان انا برأيي الانسان لازم يواجه يحاور يعرف شو هي المشكلة بده حدد المشكلة تعرف الحل نعم اليوم نحنا بوضع منه كتير مريح في اتراب في قلق وفي جهات طاغية نعرف قديش السلطة بتلعب دور قديش الفوضى بتلعب دور قديش الوساطة قضيتي بين ايدان محامين او قضاة وصل لنتيجة تعرف انا بعدني بوص لليوم بالرغم انه مظبوط بس هادي شفت صراحة بكزة دولة مش بس بلبنان قصة الوساطة وقصة الرشاوة هادي موجود يعني يمكن نحنا هون يمكن لانه البلد صغير وكل العالم يعني بيعرف بعض وهيك هادي اللبناني حسب انا شوف كل يوم على الارض من ناحية العدليات والقضات وكذا انا بقول بعد الدين بقى الفخار يمكن في عالم تقول لا مش معقول كتير متفائلة او انا بدي كتير متفائلة صحيح انا بقول كتير خير الله انا بشوف عن جد عم شوف القضات كيف عم تاخد اي منحة بأحكام وعلى وعنا بقول حمد الله انه نحنا بالرغم كل هذه الشقلبات في لبنان وقلة الاستقرار وانه هالغياب بالسلطة لازم تكون موجودة اكتر انه بعدنا نحنا هون انا بقول حمد الله نحنا اليوم بغياب دولة يعني الكل ما يقدر يقدم الخدمات ضرائب يحملوها المواطنين وبالمقابل ما في خدمات كما يجب كيف منلاقي حالنا بهذا الوضع نحنا عنجد بألف خير يعني بينه بينك هي كمواطن لبنان صارت شوي عبق يعني هو بحس حاله عم يدفع ضرائب ما عم بلاقي شي بالمقابل بس بذات الوقت انا بقول ما في نزل المقابل يعني اكيد من بعدها في طلعة ما معقول انضل هيك اكيد بعدين رح سير واليوم بظل كل اللي عم نمرق فيه واللي عم نعيش كيف السبيل الى الخلاص بانتظار هيك احتفالات العيد ونعيش عن جد المصالحة والسلام السلام لا اسمه يسوع اكيد نحنا كلنا ناطرين قدومه وناطرين مجيء وناطرين انه كمان بتوبه يمكن يلفنا كلنا سوى تحتالي نحس بهاك العياد صغيرة فيها مجموعة اديسين كتير انا بقول هيدا الشي نحنا يعني باركنا وحامينا وخلينا نقدر نستمر لحد هون انا هذا رأيي صراحة انا شخص كتير بيامن وانا خضن ع تجربة شخصية اذا بدي اقول من وقت اللي جوز يقلي تقرب من يسوع المسيح ليش بتركي على اديسين هينتلي حياتي كتير والعكس عطتنا افاق جديدة بالتفكير وبالحياة اليومية على نطاق كمان تعطيك المباشر مع الاشخاص بالدعاوة بالمحاكم بالقضايا اللي شغلنا كتير حلو بذات الوقت كتير صعب بس انا برأي ما بقدر شوف حالي بغير دومان ابدا بس بذات الوقت ايه شكريك على حضورك معنا اليوم المحامية بالاستقناف كريستين ساسين ابو جودة شكرا لكلها المعلومات ولها الشرح المفصل شكرا ينعاد عليك